السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنحضر مع بعض حالة الخميس. اه تحليط سهرة الخميس كده. سهرة نهاية الاسبوع ولمة العيلة تعملها لهم اتعجبهم جدا جدا. اه تحليطة جميلة ومميزة وبكريمة الفانيليا كريمة لزيزة. وطعمها مميز جدا جدا. وان شاء الله الفيديو اعجبكم. في البداية كده ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو للتشجيع والدعم القناة والانتشار الفيديو. ويلا بينا نتابعه ونشوف المأدير وطريقة التحضير. وهنبدأ بسم الله وبيكون معاه في المأدير. دي مأدير الكيكا. آآ معايا هنا اتنين بيضة فانيليا. تلات تربع كباية سكر. نص كباية زيت نباتي. تلات تربع كباية حليب. كباية ونص دقيق منخول. وكيز بيكينج بودر. اي نوع او اللي هو كيك شيف ده انا مستخدمها النهاردة. ورشة ملح طبعا احطها واحنا شغالين. ويكون البيض والحليب بدرجة الجو العادي. خارجين من التلاجة يعني بقى لهم فترة. وكمان كل المأدير معاياها بنفس كباية. كباية مأس واحد اي كباية عندي كنت عاري بها كل المكونات. فوقها الخلطة حطيت البيض والفانيليا والسكر. وبضرب كده كواس بالمضرب الكهربائي لغاية آآ ما البيض والسكر رقامهم يفتح زي ما احنا ملاحظين. ويهيشوا كده. بعد كده ببدأ انزل عليهم الزيت النباتي برضو مع استمرار الخفق. وبعد كده بضيف عليهم الحليب. وبعدين هنخل بقى اللا دقيق والبيكنج بودر وهدف لهم رشة ملح. علشان الكيكة تطلع معانا هشة وجميلة. انا نخلهم قبل كده. بس لما ننخلهم مرة كمان هيدينا نتيجة احلى. والكيك هيطلع هشة كده واسفنجي وقومه جميل اوي. بعد ما بضيف الدقيق بضرب بسيط جدا على قهد السرعة معايا في المضرب. علشان الخليط ما ينشفش معانا او كيكة ما تنشفش معانا بعد كده. وبكون محضرة قلب الفرن او البيريكس. ودهنة كده بدهنة من الزيت. وبصوب بقى خليط الكيك وبدخله على فرن سخنة درجة حرارته مية وتمانين على الشبكة اللي في الويست. وفتح الشوالة اللي تحت بس. ولما يخرج من الفرن هقول لكم اخد وقت قديه. وبنسويه كده وندخله على الفرن. وهو الكيك في الفرن كده هنحضر بقى الكريمة. وهيكون معايا في مكونات الكريمة. نص لتر حليب او كوبايتين حليب يعني كده كبار. واربع معالق سكر. وكوبايتين اه قصدي معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار دقيق. ومكعبين كده زبدة او معلقتين كبار زبدة وفانيلي. عشان هي هتكون كريمة فانيلي. في الكسرول كده هضيف المواد الجفة الاول. النشا والدقيق والسكر. وقلبهم مع بعض. احنا ضيفين هنا دقيق مع النشا. هما طبعا الاتنين اه اداة ربط بس الديق بيدي طعم احلى كمان من النشا. عشان كده خلطة بين الدقيق والنشا. بقلب المكونات الجفة كده مع بعض. وبعد كده بنزل عليهم بقى بنص لتر الحليب اللي معانا. وبقلب كل المكونات كده على البارد علشان النشا والدقيق يدوبوا معانا في الحليب. وبعد كده برفع بقى المكونات كلها على نار متوسطة مع استمرار التقليب. لغاية ما الخليط معانا يغلي. كده خلاص قرار بيغلي بندفله بقى رشا من الفانيليا. وبكمل تقليب لغاية ما اتأكد انه غلي تماما. زي ما احنا شايفين كده الفقهات. خلاص الكريمة جاهزة معانا. بنرفعها من على النار وبندفلها بقى في المرحلة دي. المعرقتين الزبدة ونقلبهم. هم هيدوبوا من حرارة الكريمة. وممكن بديل الزبدة مع لقتين كبار اشتا. لو متوفرها الاشتا. وبسب بقى الكريمة كده في طبق وبغطيها بقطعة من البلاستيك. ويلمس سطحها واسيبها تهدى خالص. وبعد ما تهدى دخلها التلاجة بقى تبرت تماما قبل ما نعمل بعد كده الخطوة التانية. وده كمان الكيك معانا بعد مخرج من الفرن. اخد حوالي يعني من خمسة عشرين لتلاتين دقيقة. وكنت فتحة شوالة لتحت بس مفتحتش الشواية ولا حاجة. لغاية ما احمر من فوق واستوى واختبرته بخلة اسنان. آآ خرجت كده نظيفة بيكون الكيك خلاص استوى معانا. واحمر من فوق مفتحتش الشواية ولا اي حاجة. وكده جاهز معانا اهو محمر من الجناب وقوامه طري جدا جدا والكيكة هشة واسفنجية قوي. وريحتها كمان تحفة. هسيبها بقى تبرت خالص. وبعد كده نبدأ نعمل الخطوة اللي بعد كده. بعد ما الكيكة بردت معانا بنخرمها كده بعود اللي هو شيش طوق. وهصب عليها كوباية حليب بارد عادي. هسق كده الكيكة وممكن تستغنوا عن الخطوة دي عن اضافة الحليب لان الكيكة طرية جدا جدا وتستغنوا يعني عن الخطوة دي. بس انا بحب اسقها كده عشان تطلع بقى طرية كده وجميلة اوي. اه هشتغل كمان بقى في الكريمة هنكمل الخطوة الباقية. معي يعني نص كوباية كريمة بودر خام. ونص كوباية حليب بارد. اه كريمة البودر دي لو مش متوفرة ممكن كيس كريم شانتيل جاهزة او اللي هو كيس دريم ويب. ودي في له الحليب زي ما هو مكتوب بتشتغل بيه. بعد ما ضربت الكريمة كده وديتنا كوهم متماسك. هبدأ بقى اضيف الكريمة اللي هي بودنج او البودنج المعلبية اللي كنا عاملينه وبرد تماما في التلاجة. هبدأ بقى اضيفه بالتدريج وانا بضرب كده في الكريمة. اضيفه بالتدريج لغاية ما خلص الكمية كلها. ولو تدوقوا برضو خليط الكريمة معانا. لو محتاج سكر تضيفوا بقى في المرحلة دي سكر بودر. وتزبطوا بقى طعم السكر على حسب ما تحبوا. وبكمل ضرب بقى ولغاية ما الكريمة بتاعتنا بتدينا القوام الجميل ده. بعد كده بصبها بقى على الكيكة كلها. وبساوي طبقة الكريمة كويس. ودخلها التلاجة بقى ساعتين ولا حاجة او اكتر او ممكن قابلها بيوم. علشان الكيكة كده تبرد وطبقة الكريمة تتماسك عليها. ولما نقطعها كده تكون الكتعة متساوية وشكلها جميل. وبعد ما الكيكة خرجت من التلاجة وبردت والكريمة كده تمسكت. هزينا دلوقتي بشوية كده من صوص الكراميل. خطوط رفاعة كده بطريقة عشوائية تديها شكل جميل. او صوص شكولاتة او اي حاجة بقى التزين حسب الرغبة برضو. بعد كده هبدأ بقى اقطعها مربعات كده علشان كل قطعة تدينا شكل جميل زي قطعة الجاتو. وانا بقطع كده في كل مرة بقطع فيها. بامسح السكينة كواس جدا جدا قبل ما ابدأ اقطع تاني. علشان آآ قطع الكيكة لما اجا قدمها تكون منتظمة وشكلها جميل. ما تكونش الكريمة بتاعتها متلغبطة. بعد كده في وسط كل قطعة بزعينها بشوية من البسكوت المطحون والكريز. ممكن مكسرات مطحونة او اي حاجة برضو حسب الرغبة. ودلوقتي بقى هنطلع حتة كده نقدم قطعة مع بعض ونشوف شكلها وقومها عامل ازاي. بصوا شكلها جميل جدا زي قطعة الجاتو بالزبط والكريمة جميلة ومساوية ومنظرها جميل. والتازين برضو يعني بسيط ورقيق كده وشيك. بتمنى تكون عجبتكم بقى لتحلية بتاعت النهار ده وتجربوها وتقولولي رأيكم هتعجبكم جدا تستمتعوا بيها مع قسرتكم في صهرة الخميس في صهرة نهاية الاسبوع ولمة العيلة او لو ضيوف برضو جايين لكم هيعجبوها هتعجبهم جدا جدا وان شاء الله تعجبكم برضو وتقولولي رأيكم. وصهرة سعيدة وما تنسوش بقى لايك للتشجيع ونتقابل على خير ان شاء الله فيديو جديد مع الف سلامة اشتركوا في القناة